مع دخول السلالة المتحورة إلى ليبيا زاد تأزم الوضع الوبائي بها وتضاعفت مسؤوليات الجهات المسؤولة في البلاد فبعد أن استقرت أعداد الإصابات لفترة معينة عادت ليبيا لتشهد من جديد أعدادا مرتفعة في الإصابات متفرقة بين فيروس كورونا الأصلي والمتحور 972 إصابة سجلتها البلاد الخميس بنسبة 19.7% للحالات الموجبة موزعة على 36 مدينة ما زالت طرابلس على رأس قائمة هذه المدن بتسجيلها 521 إصابة ليبيا ورغم تسجيلها هذا العدد الكبير للإصابات إلا أن أعداد المتعافين بها أيضا مرتفعة وهو مؤشر إيجابي على أن المصابين في تجاوب مع العلاج حيث سجلت البلاد الخميس 919 حالة شفاء موزعة على 9 مدن أما الوفيات فقد بلغ عددها 8 في كل من الحوامد وزليت والعجيلات والكفر وبآخر إحصائية يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 143.643 حالة وإجمالي حالات التعافي 130.625 فيما بلغ إجمالي المتوفين 2348 وإلى أن يصل اللقاح إلى الأراضي الليبية يبقى تنفيذ الإجراءات الاحترازية أهم الوسائل وأحسنها للحماية من انتشار الفيروس فلا تنسوا إلبسوا كماماتكم وحافظوا على التباعد الجسدي بينكم ولا تكونوا سببا لفراق من تحبون